عندي شوية تجاحات على مزاج مزاج حضراتكم تعالوا بقى نروح على مستوى الألعاب المختلفة الحقيقة فعلا فيه إنجازات كبيرة جدا وكتيرة جدا انتحققت مؤخرا يعني كل إنجاز بينهم يستحق الإشادة والفخر كمان يعني فيها شيء من الطمأنة على اللي جاي بإذن الله الدنيا هتكون واخدانة لفين الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أشاد بالإنجازات اللي حققتها المنتخبات الوطنية المشاركة في كل من بطولة كرواتيا الدولية المفتوحة للتايكوندو بطولة العالم للسباحة بالمجر وكمان بطولة العالم لجنبازل آيرابيك بيء البرتغال بعثة منتخب التايكوندو فازت بست ميداليات في بطولة كرواتيا الدولية المفتوحة كمان فيه إنجاز مهم جدا في بطولة العالم للسباحة بالمجر حيث أحرزت اللعبة فريدة عثمان المركز السابع في نهاي سباق 100 متر فراشة ويعني لأول مرة في تاريخ السباحة المصرية على الإطلاق واتحطم من خلال هذا الإنجاز الرقم القياسي المصري والإفريقي فيما جاء مروان القماش في المركز الـ 12 في سباق 400 متر حرة وعلى مستوى منافسات بطولة العالم لجنبازل آيرابيك اللي أقيمت مؤخرا في الفرتغال جاء المنتخب الوطني للجنباز في المركز السابع في أول مشاركة للفرعنة في بطولة العالم وفي منافسات الفردي تأهلت اللعبة نورة الحناوي إلى نهاي البطولة في إنجاز كبير جدا كأول لعبة مصرية تتأهل لنهاي بطولة عالم في جنبازل آيرابيك وجاءت في المركز السابع طبعا مليون مبروك لأفطال مصر في مختلف الرياضات وإن شاء الله اللي جاي أحسن وأحسن كمان أنا مبسوطة بهم كلهم ومبسوطة كمان تحديدا بفريدة عثمان وطبعا إحنا عارفين ده كان إنجاز رائع وفكرنا شوية بكابتل راني علواني زمان وإحنا صغيرين لما كنا أطفال وبنسمع اسم راني وهي كان صغيرة جدا برضو بنسمع اسم راني علواني ومشرفانة في المحافة المختلفة الواحد كان بيبص بجد له نفسه يبقى ناجح كده في أي مجال هيختاره بس وإحنا صغيرين كنا بنبصل ده النماذج الناجحة كانت بتأثر فينا بشكل كبير جدا وفي تكوين شخصياتنا طبعا مع اختلاف كل واحد فينا يعني بس كنت بتنبهر فريدة عثمان بتفكرني بكابتل راني علواني زمان لأن هي متقلقة جدا وبرضو وجهتها بعض الصعوبات في البداية وانت عارف برضو الناس اللي عندنا كده بس الحمد لله هم عملين يقلوا عملين يقلوا ويصغروا لو بيطلع يقولك يعني لازم بنت تلعب سباح حارف انت الناس اللي بيصعبوا عليا ولا في يعني بيصعبوا عليا مش هكذا مش تطول على كده عشان احنا عارف لو احنا عادين قاعدة عادية حرد ردود كثير انت عارف استكمالا لكلابك والله يا نهو انت متخيلة الألعاب المختلفة في مصر وخصوصا الألعاب الفردية اللي احنا يعني نكاد نكون من غير أي يعني دعم يسكر عندنا ناس عاملين شغل زي الفلق امال لو الناس دي ادعامت امال لو بقى عندنا سبانسرز لرياضات المختلفة التي متخيلة هنعمل ايه فيه كريم دلوقتي اصبح عندنا بشكل كبير طبعا انت لو بتقارن بزمان لا فيه فارق كبير جدا بس انا من شد المعجبين حقيقي بفريدة عثمان بنت رائعة ولسه قدامها مستقبل عظيم جدا ان شاء الله وترفع اسم المصر في محافلة دولية مختلفة والنسبة للناس طبعا اللي هي كمان انت بتدعم لا الاعلام بيدعم والسوشال ميديا اكيد بتدعم وعندك برضو سبونسرز كتير دلوقتي لان خلاص هو الرجل في الاول في الاخر صاحب الشركة او غيره او اي يعني كيان بيبقى عايز ان هو يدعم حد تقلق يعني هو ممكن يروح دولات اللعبة جماعية مش محققة حاجة عشان مجرد ان هي لعبة جماعية وتكرار لثقافة ملهاش لازمة لا ما بتلقاش كده انا لقدتي عندك سبونسرز للسكواش بشكل كبير جدا عندك كمان فيه تانس الطاولة البينج فونج وعندك فيه بنكلم في السباحة لا يعني احنا كم ضيف جنة قبل كده من ابطال مصر في رياضات مختلفة اوه لما بنيجي نتكلم معهم على حتة الدعم سواء جاي من اتحاد المعني بالرياضة او من الوزارة تلاقيهم ايه يعني هوا مكسوفين يعني شعطين يقولوا ايه يعني للاسف الوضاعي العظيمين اوان احنا فعلا عندنا قماشة رائعة رائعة في كل حاجة في كل الرياضات في القرى والكفور والنجوع والمحافظات النائية وكل حتة في مصر في عندنا ابطال مستنين الفرصة بس حد ينفق الطراب اللي عليهم فهمة ازاي هنولع الدنيا والله بالمعنى الحر نتمنى الثقافة فعلا دي تتغير هي تغيرت بالفعل بس نتمنى ان هي تتغير بشكل اكبر كمان